الثامن صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم استقبل الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان للرئيس السيسي كما أشهد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مجلس النواب عقد جلسة طارئة في بداية الأزمة الفلسطينية واتخذ قرارا واضحا بتفويد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي وأضاف وكيل تشريعية النواب أنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري مؤكدا أن مصر لديها قائد حكيم يدرك التحديات ويعلم حجم الطموحات ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب عقد وزير الخارجي سامح شكري عدة لقاءات ثنائية مع رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موزار ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب وعقب مباحثاته مع نظيرته السلوفينية شدد شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدامي للقطاع والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات وحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة مطالبا الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تتواصل يوميا من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة عبور الشاحنات التي تنقل المساعدات للقطاع هذا ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات تحمل آلاف الشحنات من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري وكان طريق القاهرة الإسماعالي الصحراوي قد شهد صباح اليوم استفاف القافلة استعدادا لانطلاقها إلى المعبر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال بايدن أن واشنطن ستعمل بجدية من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحرب على قطاع غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نقف متفرجين وندعو هذا الوضع يستمر وأعلن الملك عبد الله في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت في البيت الأبيض بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي أشاد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بدور مصر الإيجابي فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول وقال خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع المحتجزين وإدخال المساعدات مؤكدا أن الهدنة الإنسانية الممتدة يمكن أن تماهد لنقاشات تفضي لحل النزاع وأضاف كيربي أن واشنطن لا تمنع إسرائيل من دخول رفح لكن تطالبها بحماية المدنيين وشدد على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وإلقاء استلاح من جانب الطرفين في غزة أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن روا عن قلقها إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح وحذرت من أنها لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن في المدينة إذا هاجمها جيش الاحتلال وذكرت الوكالة أن الوصول إلى التجمعات السكانية المعزولة شمال وادي غزة ما زال يمثل تحديا وفي الفترة ما بين الأول من يناير والخامس من فبراير لم تصل سوى عشر بعثات شاملة للأنرواء إلى شمال وادي غزة من أصل 35 بعثة كان مخططا لها الدخول لغزة قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتواصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله إلى الانسحاب مسافة عشرة كيلو مترات من الحدود تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع العضوان على غزة وفق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بأكثر من 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان متجاوزا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام ومن المتوقع أن يتم إقرار الحزمة الأربعاء انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر